السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايب قلبي يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال النهاردة بقى اجيالكم بوصفة سهلة جدا تعملوها كده في الدقايق معايا ايه بقى وصفة بسكوت لذيذة جدا وسهلة طيب معايا ايه بقى دلوقتي معايا اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي معايا حبايب قلبي معلقتين زفدة بدرجة حقرات المطبخ ومعايا معلقتين سكر ومعايا نص كباية دقيقة هو ده البسكوت يا موافق لا هو ده البسكوت جزء منه بناخد حبايب قلبي نص كباية دقيقة مع معلقتين السكر مع معلقتين الزبدة وبنعملهم بين افرقهم كده عاملين زي الكسكوس يا حبايب قلبي محبب كده تمام زي الكرامبل تمام بس البسكوت ده ان شاء الله هتجربوه ومفيش اسهل منه هتعمليه في دقايق كده فاكرين بسكوت لعب عيال ده ساهل زيه كده وانا دايما ادور او افكر كده في وصفة سهلة ان انا اعملها لكم وصفة كده بتيجي حاجة في عقل كده اروح اعمل وصفة يعني حاجة بسيطة وسهلة عشان ان شاء الله اسهلها عليكم باذن الله طيب هنشوف بقى ايه الجزء التاني ايه معانا كباية دقيق بنعير كباية دقيقة اهي كلها كباية دقيقة على بعضها يعني معلقة كاكاو خام معلقة الكاكاو الخام يعني من الاول الاخر ايه كلها كباية تمام معايا اربع معالق سكر بني ورشة ملح تمام وشوية بيكين بودر بصو يعني قدي كده يعني حاجة بسيطة بسيطة احنا مش عايزونه ينفش كده ويرتفع ويبقى كده لا خالص معانا تلات معالق زبدة طب يا موفق ما عندي السكر بني ولا يهمك حبيبة قلبي حطي سكر ابيض عادي تلات معالق البني حطي اربع لو هتحطي سكر ملعادي حطي تلاتة تمام يبقى عندنا تلات معالق زبدة تلات معالق اه لو سكر ابيض يبقى تلاتة لو سكر بني يبقى اربع تمام وخدي بالك انا مش عايزك تقلبي زي ما انت شايفة كده انا هدوبك يعني دمكتهم مع بعض طيب مش عايزينه ان هو افضل اضرب كده عشان يبقى هوى وديك شايف انا بعمل بالمعلقة يعني انا عايزة التخيالي بقى ان البسكوت ده هيبقى كريسبي يعني مزبت وكريسبي وهتلاقيه والله العظيم لما اي حد يشوفه هيتخالي ان دي وصفة بقى جاية كده من افخم محل والموضوع سهل وبسيط كده وانت بتلعب كده انت لو ما تدخلوش مطبخ خالص هتعملي الوصفة دي عايزة اقولك انها وصفة سهلة جدا وطعمها جميل جدا تمام طيب هنجي بقى للتشكيل بصي انا باخد العجينة البني واروح يعني ايه عاملها كده مطاولة زي صباعة الكفتة كده واروح ايه مبطنها بالكرامبل اللي انا عملته ماشي عشوائي كده عشوائي عايزة اقولك البسكوت صدقيني هيعجبك جدا انا متأكدة ان اي حد يا جماعة يجربه هيعجبك انا حاسة ان انا اول اي حد يفكر في الموضوع البسكوت بالطريقة دي يعني انا بصراحة بتكلم بجد يعني فدايما كده بحاول ان انا افكر ان انا اعمل حاجة جديدة وفي نفس الوقت حلوة وفي نفس الوقت سهلة ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب لما هتجربوا الوصفة هتعجبك جدا وهتقولولي زي ما قبل كده برضو ناسألولي يا موافق جربنا البسكوت بتاعك جميل جدا اللي هو لعب عيال تمام وكمان طريقة تقديمه حلو قوي هتشوفوه ان شاء الله في اخر الفيديو وحبايب قلبي اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتعملوا حبايب الفيديو لايك وتشاركوا في القناة مكنتش مشتركين وجزاكم الله كل خير بيتخبز على درجة حرارة مية وتمانين لمدة اتناشر دقيقة وعشر دقايق من حسب فرن حضرتك تمام هنا بقى ايه قلت خلاص انا ايه برضو عشوائي كده هاخد شوية العجينة كده على شوية الكرامبل واروح عاملهم كده برضو ممكن يديني لون اغمق شوية حركات يا جماعة حركات والله لما اكلوا البسكوت انبهروا به جدا وقالولي ده مالوش حل وخلي بالكم ان انت لما يعني انت دوبك بتقلبي الزبدة في السكر بتكليل تلاقيه ما تفهمولوش يعني كريزبي تلاقيه جميل اعملوه جماعة زمانة زي الطريقة زي ما انا عاملاها كده بالزبط ما تقعدوش اضرابي الزبدة كتير في السكر لا يا دوبك بتقلبيه كده انت شفتيني بقلبيه بالمعلقة مش اي حاجة ولا مضرب ولا اندخل هوا ولا اندخل تلك وقادي البسكوت الجميل اللي مالوش حل مالوش حل اللي بتكلم بجد ان شاء الله البسكوت تجربوه يعجبكم سهل 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 جدا ان شاء الله سيبقولكم في سندول وصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته